إيه أهم ما يتضم هذه النسخة؟ والحياة يعني ممكن يعني الوقت يقول أكثر من نصف خارن الوقت على معرض الكتاب كأول معرض أو من أكبر المعرض العربية على مستوى العالم السنة دي طبعاً بيبقى فيه كل سنة بيبقى فيه بعض الملاحظات وبعض التحديات نتعلم من أحطاءنا خلينا نقول ما فيش حد كامل الكمال لله وحد نحاول بكل سنة نحن نضيف شيء كل سنة نبقى أفضل ونلبي طلبات يعني فئتين أو الاتنين المستهدفين القارئ والناشر لأنه لو اجتمع القارئ والناشر سيتحقق الهدف من المعادلة بتاعتنا اللي هو المعرض يكون مع دورة نكحة بإذن الله السنة دي نحن مبكراً المنصة بدأت من يوم عشرة التقديم والغاية يوم 15 إن شاء الله في الشهر القادم فترة طويلة فيها كل الشروط العامة بالنسبة للقبول في المعرض من بدر اتحاد الناشرين ما نبه على الأعضاء إنه الكل يستكمل أوراقه ويستعد على أساس إنه ما يخدش وقت كتير في التقديم ويكون ورقه مستوفي طبعاً بيبقى فيه قبال كبير جداً من الناشرين على المشاركة السنة دي يمكن وصل عدد الناشرين الأعضاء في الاتحاد حوالي 1500 ناشر يعني إذا قلت يعني أكتر من التلتين عندهم رابع جديدة جداً طبعاً للمشاركة عندنا عدد كبير جداً من الناشرين اللي هو الحديثي العهد بالصناعة الناشر اللي هو يمكن التحق بعد المعرض الماضي أو قبلها بحاجة بسيطة ولم يعني تسنح لها الفرصة بمشاركة السنة دي عنده رابع أنه يشارك فالإقبال الكبير ده برضو بيخليني أتطمن على أن صناعة الناشر برضو ما زالت صناعة جاذبة للناشرين أو الشباب المصريين بالنسبة للقار الحياة طبعاً هو الهدف بالنسبة لنا أنه يكون فيه عدد كبير جداً من الإصدارات بالرغم من الظروف العالمية اللي موجودة الحرب من روسيا وأوكرانيا ولها أثر على مدخلات صناعة الناشر في ارتفاع التكلفة وبالرغم من ده بيبقى فيه فيه أكبر عدد ممكن حيتاح من الإصدارات الحديثة هذا العام إن شاء الله إن شاء الله إذا كان ورقي أو صوتي أو رقمي يعني الحياة بنشتغل على ثلاث اتجاهات دلوقتي وطبعاً زي ما أشارت أن التكنولوجيا الحديثة لها دور طبعاً التكنولوجيا الحديثة لها دور من بداية المنصة المنصة الآن مش لمجرد التقديم فقط لا ده التقديم وبعدين منصة للإصدارات كلها كل الناشرين كل ناشر بيضع إصداراته كلها على المنصة وممكن يبيع من خلال المنصة ونعمل خدمات التوصيل هل دي بتبقى متاحة طول أيام العام؟ آه طبعاً لا طوال المعرض لسه يمكن طبعاً نفكر في حاجة زي كده هل سنة دي وزارة الثقافة عاملة جهد كبير جداً ومعليه الوزيرة الدكتورة نيفين نتلالي على الرغم من كل تعرف سنة فات الدولار كان سعره قد إيه بالنسبة للجينة المصري ده اللي عايزة تكلم فيه مع حضرتك اشتركوا في القناة